نوا عمره أربعة شهر قريباً نوا رح ياخد أول خطوة رح يوقع رح يرجع يقوم ويجرب يمشي نوا كمانا أول ما ياخد وراء وقلم رح يعمل أحلى رسمة برأيه عم بخرطش بس ما بيهمه رح يكون كتير فخور فيها ورح يعطيها لأمه ولابيه لأنه ما بيعرف شو يعني مثالة وكمال لحتى ما يجي المجتمع يسيله من دائرة الراحة طبعه ويبلش يحط له حواجز حواجز عم ترسم له دائرة الراحة تقول له أنت هون مرتاح أنت هون ضلك هم تضحك هيدا دائرة الراحة مزيفة ليه مزيفة؟ بخلال خبرتي 14 سنة مع رواد عمال من أكثر من 50 بلد اتشفت ثلاث أنواع أشخاص في نعم الأشخاص يلي عيش بدايرة الراحة هل تعرفوا هون العالم يذهبون من التسعة إلى الخمسة على الأربعة ونصف يكونوا ناطرين يتكسوا يذهبون إلى البيت ويعملون شيء العادي كل يوم أهم شيء يظلون بدايرة الراحة ويكونوا ناطرين نهار الجمعة في ويكند بكرة هيدا أول نوع أشخاص بس فيه تاني نوع أشخاص يلي بتجبروا الحياة وبتدفشوا برات دائرة الراحة وبيوقع بأول مطاب أول فشل بس هيدا النوع الثاني من الأشخاص بيلعب دور الضحية وبيقضي حياته واقع بهيدا المطاب وعم يشحد عاطفي عم يلعب دور الضحية مش مسامح الماضي وما عم يقدر ينسيه وعم يشحد عاطفي خيفين من المستقبل وعايش كل حياته بهيدا الفشل تالت نوع أشخاص بيقرروا يفشخوا أول خطوة برات هيدا الفشل ويقولوا تعلمنا من الماضي عندهم نظرة للمستقبل فيها كتير أمل وبالنسبة لهم الماضي سامحوه ليه سامحوه؟ لأنه بدون يركزوا على الهدف اللي يحطينه برأسهم ليصلوا له أنا بلشت هون كان عمري 16 سنة عملت أول خطوة وبعت أول ويبسايت أخذت أول مئة دولار كانت لزة رائعة عمري 16 سنة أخذت مئة دولار وبلشت أطمح أكثر عمري 19 عملت مشروع صغير وبعته هلا أنا بعلم أصحاب الشركات كيف يبيعوا وشراكهم أنا بعت مشروع صغير كان عمري 19 تعرفوا اللزة الطعامة طبعا واحد بيع مشروع كبرت الخسة براسة صرت أعمل فشخات أكبر وأكبر لحديد ما هونيك نهار إفلست مرتين إفلست مرتين أنا وعم بفتح مشروع ريادة لقلي وأول مرة كان كارد من البونك خسرته بثمانة شهر رديته خمس سنين تعرفوا قدية صعبة وقتا يكون عندكم بابا مش بابي ما كان في حدا يلمني ما كان في حدا يشيلني من التخط وقتا كنت محبط خسران كل شي كل مصرياتي خسران الطاقة طبعي ما كانت هنا وأنا الكبير بالبيت بس قررت أنه أرجع على دايرة الراحة توظفت توظفت لكن قررت أنه ما رح خلي الحياة ترجع تكبني مرة تانية بدايرة الراحة بالألفان وثلاث عش جبت خمس أصحاب شركات خليتهم يكونوا رفقاتي لماذا؟ تأتعلم منهم ما العدات الناجحة ما العقلية الناجحة بثماني قاب 2014 كتبت ما رح أرجع أتوظف لماذا؟ لأنه عرفت ما العقلية للأشخاص الناجحين تكونوا رواد أعمال الناجحين وررت أنه أنا أعمل أول خطوة برات دايرة الراحة من 2014 لليوم صرت تعمل مقابلات مع أكثر من 400 صاحب شركة عرب لأنه أكيد ما نكون جايين تسمعوا عن ستيف جوبز و بيل جيتس لا أعرف مين مطرح هناك جايين على أحكي لأن أحكي عربة وقتا نكون بدايرة الراحة بتذكر بريهان أبو زيد بريهان أبو زيد من مصر قالت من شو خيفين؟ خيفين تفشل؟ خيفين تفشل؟ ما أسوأ سيناريو ستوصل عليه؟ وقتا تفشل؟ فكرت أنا أسوأ سيناريو كان عندي ورجعت توظفت أكيد في كثير عالم عندهم هيدا بس رجعت من بعد ما أنا أخذت قرارة أنه ما رح أرجع توظف كتبت أسوأ سيناريو معقول يصير أنه أطلعت ضايعة جيب الجيج إزرع الأرض وعيش بالنسبة لي هيدا أسوأ سيناريو واكتشفت أنه جورج عبود كمان عنده هيدا الشيء أسوأ سيناريو بس تعلمت من جورج عبود بعد شيء تاني أقوى إذا عم تطلعوا من دائرة الراحة وين رايحين؟ شو الهدف يلي عندكن ياه؟ وين تكون توصلوا؟ بيقول جورج عبود تخيلوا هيدا الشيء بطريقة كثير ملموسة وواضحة لدرجة أنه تدوقوا هيدا الشيء حسوا فيه يكون لديكم رغبة كافية وشديدة أن تصلوا له وخذوا الخطوات و ستصلوا له فؤاد مدهون قال لي ماذا نصيحتك لرواد الأعمال فؤاد؟ قال لي خليوني يأخذوا أول خطوة ما يعتلوا هم كل شيء باقي سيكون معهم سيتلاقوا فيه مهم يكون عندهم الجرأة يأخذوا أول خطوة و هيك عمل سلوم ضحضاح سلوم ضحضاح ما نطر الكمال والمثالية التي يأخذ أول خطوة طلبوا منهم الـ LBC يعملون برنامج يجعلونهم بس مباشر على الإنترنت قال لهم إيه؟ و لا يعرف شو بدوا يعمل و راح و هلا صار عنده اي تي ووركس شركة في أكبر شركات التيفي والراديو بالبس المباشر هن بيعملوها بلبنان و بالعالم العربي هيدا سلوم ضحضاح بس أول ما تطلعوا من دائرة الراحة في كتير اشياء رح تشتتكن وين رايح؟ بركي فشلت بركي وقعت بهيدا المطاب اميرا عزوز من مصر قالت ركزوا سيكون في كتير اشياء تشتتكن ركزوا وخدوا خطوات تنفيذية تتوصلوا لهدفكم و انتم فيكم تعرفوا ما هو الشيء اللي انتم فيكم تغيروا و ما هو الشيء اللي لازم تغيروا عقليتكم تتاخدوا أول خطوة وهذا الشيء اللي عمله فليب داغر فليب داغر وقتا بيع كاش يونايتد قبلته و قلت له فليب ما عادتك الناجحة؟ قال لي اندري انا بوعي كل يوم الصبح عم ركز على الحلول و عم فكر كيف فيه يزيد قيمة على كل شيء حولي واو عقلية حلوة و لكن هذا الشيء لا يمكنكم تصلوا له إلا بإصرار إلا بمسابرة لو قلينكا ما كياما كان عندها الإصرار والمسابرة ما كان فيه مائريك و ما كان فيه باتشيك و ما كان مائريك صار موجود بكذا بلد وصلوا على المالديف فيه مائريك بالمالديف بالطبع هاو العالم تعلمت منهم كثير و وصلت لمطرح من بعد ما بلشت مصاري الريادة كان عندي حلم واحد من الاهداف اني اتقبل مع كارلوس غوصن لنهار يلي يقولي انه كارلوس غوصن بالانديو بالالفين وخمسة عشر قلت لكم تعملوا شو ما بتكون تأنا روح اشوف كارلوس غوصن و وقت عنجب تكونوا عندكم هيدا الاسرار انتظار العالم كله بيساعدكم تتذكروا فؤاد مدهون خدوا اول خطوة وكل شي بيزبط و اذا سألته رح يكون فيه جواب و اذا ما سألته الجواب عطول لا و سألته لكارلوس غوصن قلت له ما عادتك الناجحة رح تشوف انه عطول بيسأل عن العادات لانه نحنا اشخاص عنا عادات سايقة و عنا عادات ناجحة و اذا شلنا شوي من عادات السايقة و ضدنا شوي من عادات الناجحة رح يطلع لنا غير نتايج من النتايج فقالي كارلوس غوصن اذا ستظهر باهم عشر مركات سيارات ستجد انه جاي من بلدين بحضارتهم في انضباط ما يعني انضباط؟ يعني ما من اجل و يكتابه يقول بشوية انضباط يمكنك ان تحققه شوي و بكتير انضباط يمكنك ان تحققه كتير ولكن يأتي احد يقولي انه كمان كتير انضباط يعني انه عاللبناني ايه ما علي لانه بقلولكن انه كل تفاحك اليوم بتصير منيح و صحتك منيحة صح؟ بس عم تتخيلوا اذا كل يوم عم تاكلوا بس تفاح بتضروا حالكن مثل هيك هون يبقلكون سعاد المرعبة قالتلي انضرين احنا منكبر وقتا نوقف نلعب فالعبوا وتسلوا اهم شي بتعطوا وقت لحالكن ولهيويتكن و ندج ريساتي ظاهر قلتلي انضرين بكل النجاحات انا ما بنسى اعطي وقت قيم لعيلتي لانه كمانا ما بتكون تنسوا العالم اللي حوليكن هيدا الشي اللعب والعيلة اسمو توازن لانه كتير مهم انه نحنا نكون عم نعمل توازن بحياتنا واذا ما عملنا توازن بحياتنا رح نحترق رح يحترقوا اعصابنا وكتير مهم كمانا نكون مركزين على الهدف ونحطه قدامنا لانه اذا ما ركزنا عليه بيوء نعيم الزين قال لي انضرين ما فيش اسمه معجزات فيه انفاتيح اللي عملتوا معكم انا هلا خبرتكم على الانفاتيح اللي بيساعدكم تتلعوا من دائرة الراحة وتعملوا اول خطوة شو رح تكون اول خطوة للكون فكروا فيها